ناقش محافظ حضرموت مبخوت مبارك بالماضي مع مدير عام مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بساحة لحضرموت المهندس علي برجاء خطط المؤسسة لتطوير خدمات الاتصالات بالمحافظة واستعرض اللقاء الخدمات المقدمة للمشتركين وجهود المؤسسة لتحسينها بالاستفادة من تقنيات الجيل الحديث واكد محافظ حضرموت تهمية الاصراع في صيانة وتهيئة الخطوط لتطوير خدمات الاتصالات لمواكبة التطور في هذا الجانب وتقديم خدمات للمناطق المحرومة في مختلف المدريات